موسيقى بسم الله والصلاة والسلام على سين رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي قال ولا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق أو كما قال صدق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أجملك حينما تكون داسما دائما لتكون علوانا رائعا لإسلامنا الجميل فهذا هو ديننا وهذا هو إسلامنا وهذا هو نبينا صلوا عليه وسلموا تسليما أهلا بكم في فتاوى الناس نتحدث اليوم عن الاستعاذة في الصلاة وسؤال حلقتنا اليوم على صفحة قناة الناس هل تلزم الاستعاذة قبل قراءة القرآن في الصلاة ومعنا اليوم الدكتور محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية فالدكتور محمد أهلا بيك أهلا وسهلا بحضتك وفي السادة المشاهدين يعني دائما ربما يبدو تساؤلات كثيرة قبل أن أصل على الأسئلة التي أعرف منها الحكم الفقهي الاستعاذة في حياتنا كيف نتقي بها الكثير من الشرور الكثير من الأشياء التي نخاف منها لتكون الاستعاذة حصنا منيعا من أشياء نخافها في حياتنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الرسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه واتبع هداه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وملائكة الله صلى الله عليه وسلم وبعد فالاستعاذة معناها طلب العوذ الألف والسن والتاء تأتي في اللغة للطلب استفهم استفهم طلب الفهم استشكل طلب الإشكال وهكذا فإذا أردنا أن نفهم الكلمة رددناها إلى مادتها وأصلها فالاستعاذة استفعال من العوذ طلب العوذ أي طلب اللجوء فمن استعاذ بالله أي طلب اللجوء إلى الله إذن فالاستعاذة بالله دخول في مأمنه وحرمه وحصنه وفضله سبحانه وتعالى يستعاذ من ماذا يستعاذ من كل ما يخافه من كل ما يشوش عليه طريقة يستعاذ بالله تعالى من ما يمكن أن يضر به في الدين أو الدنيا ولذلك كانت هذه الاستعاذة أمرا أمر الله عز وجل به قارئ كتابه فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ولذلك كان من سنة القراءة أن يستعاذ القارئ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم لماذا حتى يخلص فهمه من كل ما يشغب أو يشغب عليه من فهم راق في القرآن الكريم وتكون قراءته منيرة لنور الله بعيدة عن الشبهات والتشويش والضلالات اسمح لي بطر محمد حكم أن في الصلاة نقرأ الفاتحة ونقرأ ما تيسر من آيات الله البينات يعني الاستعاذة هنا هل نستعاذ قبل كل قراءة القرآن في الصلاة نعم الاستعاذة سنة ولذلك فإذا فصلت بين القراءة وما بعدها من قراءة أخرى بفاصل من غير القرآن يسن لك أن تستعيذ مرة أخرى لماذا لأنك تقرأ القرآن وأنت مأمور إن قرأته أن تستعيذ أمرا على جهة النذب والاستحباب فكانت الاستعاذة هنا جائزة أو مطلوبة طلب استحباب إذا بدأت بها كل ركعة يعني إذا بدأت القراءة في أي ركعة في يعني يستحب لك أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم طيب في أي موضع بقى يعني في الأولى عسلم الرجيم قبل أن أقرأ الفاتحة وقبل أن أقرأ أعوذ بالله من الشيطة الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في الفاتحة أعوذ بالله من الشيطة الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في قراءة الآيات التي تتلي الفاتحة لا فرق بين الاستعاذة والبسملة التي تطلب في بداية كل سورة هي البسملة أما الاستعاذة فتطلب في أول القراءة أيوة في أول القراءة مطلقا فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا انتقلت من سورة إلى سورة أو من الفاتحة إلى ما تيسر من القرآن فإن كان ما تيسر سورة جديدة سن لك أن تقرأ البسملة أيوة أما الاستعاذة فلا تقرأها إلا أول القراءة فقط طب إذا ما ترأى على المصلي فكرة أو طارئ وأراد أن يستعيد بالله هل يصح له ذلك؟ ولكن معايا سوزة بسمة من أسوان نسمة وسوزة نسمة أهلا بك أهلا وسهلا يا سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضلي فندم يا سيدنا الشيخ الحمد لله أهلا بحضرتك الحمد لله يا فندم يا فندم أنا أمي كانت مريضة فكانت ندرت ندر لما دخلت العملية كانت نسبة النجاح 2% فقلت ندرا علي لو نجحت العملية هتبح عجل وعمل مولد للنبي فالعجل الحمد لله نجحت العملية الحمد لله العجل ده ينفع أتبحه عجل بدل العجل يعني فقلت بس حد أفضل يعني تدفعي تمن هذه لا لا أنا هتبحه يعني لا أنا هشتري بدل العجل أجيب عجلة يعني كبيرة آه يعني ليس ذكر أنثى يعني أيوة عشان بس أنا ندرت قلت عجل فقلت بس أبحث يعني حاضر يعني السؤال واضح جدا وعيد ترحوه على فضل الدكتور محمد يا أستاذ نوها أهلا بيكي أيوة أهلا وسهلا سلام عليكم يا أهلا وسهلا فضلي فن كنت عايزة أسأل بس لو سمحت أنا كنت في الحج وكان في يوم عرفة وقع على راتي حديدة هناك وعملوا لي خياطة بس اضطروا أن هم يقصوا جزء بسيط من الشعر علشان يعرفوا يخياطوا فساعتها أنا وقفتهم قبل ما يقصوا وعملت يعني خدت استفتة من هناك من السعودية وقالوا لي لا معلكيش أي حاجة بس أنا مش يعني مش عارفة إزاي والآية بتقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهادي ومحلة فكنت عايزة أعرف هل أنا علي حاجة ولا لا يطمنك يا أستاذ نوها الدكتور محمد إن شاء الله في حيني بشكرك شكرا جزيلا معايا اتصال تاني ألو يا أستاذ أما أهلا بيكي يا أستاذ أما أهلا بيك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي يا فن تفضلي أيوة أستاذ حسن مع حضرتك أهلا بيك يا فن سؤال حضرتك أهلا بيك ربنا يخليك أنا لي بنتي بنتي عندها أربع أولاد اثنين سنوي واثنين اتباعي أيوة وزوجها لا يعمل وأنا بساعدها في تعليم أولادها هل المساعدة دي تعتبر صدقة جارية بالنسبة لولدك المتوفية آه طيب المساعدة صدقة جارية لولدك حضرتك أيوة فضلي كل الأسئلة أهلا بيها يا فن تفضلي أنا يعني لما ربنا بأمرني بإخراق صدقة بقول على روح والدتي وأمواتنا وأموات المسلمين أيوة يعني في الصدقة لما بتتصدق بتقولي يعني آهبوا ثوابها على روح أو آهبوا ثوابها لروح الموتنا وموت المسلمين أيوة على روح أيوة حاضر يا فن فيه سؤال ثالب بعد إذنك الأخير كل الأسئلة اللي عند حضرتك أهلا بيها ربنا يخليك يا أستاذ حسن ربنا يخليك تفضلي عايز أعرف الجواز العرفي ده حلال ولا حرام الزواج العرفي حاضر يا فن بشكرك شكرا جزيلا ربما يكون معي اتصال تاني ألو آه فضي الدكتور محمد يعني ونحن دائما في هذا الإطار في ونحن نقول هنا ما نفهم الاستعاذة على حقيقتها تكون حصنا لنا في حياتنا طيب وانا بصلي جاني تفكير كده طارق كده أو فكرة آه آه خادت بالي وانتباهي من من الخشوع هل أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم فورا في أي موضع وانا في الصلاة الاستعاذة من الشيطان في الصلاة تشرع إذا لبس الشيطان على الإنسان أمر صلاته وشوش عليه فيها وجاء في ذلك حديث عثمان بن أبي العاص الذي رواه الإمام مسلم وغيره أنه قال يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن له أن هذا شيطان وقال إذا أحسسته فتعوذ بالله منه فبين أن الاستعاذة تشرع إذا لبس الشيطان على المصلي لكن هذا يعني ليس كل ما يلبس على المصلي يكون شيطانا وهذه مسألة مهمة ينبغي أن نفطن إليها ليس كل سهو يسه به المصلي في صلاته ينسبه إلى الشيطان بل عليه أن يكون في صلاته حاضر القلب ويعيش مع جو الصلاة وجو الذكر فإذا سهى في صلاته استغفر الله والاستغفار من ذكر الصلاة وإذا قضية الشيطان هذه لمن يستشعر أن هناك تلبيسا شيطانيا عليه في الصلاة لكن الأصل أن الشيطان إذا رأى المصلي أدبر وإذا سمع الأذان أدبر وإذا سمع الإقامة هرب وهكذا إذن فلا ننسب كل سهونا إلى الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا كان ضعيفا وإنما علينا أن نستغفر الله أو أن نتخذ الأسباب والإجراءات التي تكفل لنا الحضور مثل أن نصلي السنن قبل الصلاة وأن ننظر إلى موضع السجود وأن نستشعر قبل ذلك كله أمام من نقف وأننا في لقاء مع الله تعالى كل هذه الأمور تجعل المسلم حاضر القلب وتعينه على أن لا يسهو في صلاته وأن يستفيد منها أتم الاستفادة يعني يستشعر أن الكعبة أمامه وأنه على الصلاة وأن الجنة على يمينه وأن يعني بهذه الأمور التي ربما علفناها من الأكابر من أكابر علمائنا يعني أدعى للخشوء بلا شك بلا شك يعني كلما عشت الإيمان بالغيب وكلما عشت أمامك في حياتك الأبدية وأنك بهذا تريد أن تلقى الله تعالى وهو عنك راض أعانى كذلك على أن تكون مستقيم الفكر في الصلاة مركزا يعني عندك حضور مع الله تعالى يا رب لا تغفل ولا تلتفت يمنة ولا يسرى لا بقلبك ولا بجوارحك اسمح لي فتاة الدكتور محمد معي أم وحمد أم وحمد أهلا بيكي أم أحمد طيب أم محمد طيب سيزة أمى أهلا بيكي أهلا وسهلا سؤال حضرتك كيف أنت سؤالي أنا والله اتصلت دي يعني تلت مرة ببرنامج حضرتكم الموقر يعني والله أنا معجبة به جدا جدا شكرك شكرك شكري لله وبعدين يعني بأكمل بأكمل يعني السؤال أنا سألته لإخوة أفاضل إخوات الدكتور محمد عن قطيعة الرحم قولي حضرتك لي أربع إخوات بنات قطعوني بإن فيهم أخت قالت علي كلام بالله 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 ما صدر مني وأنا أنا روحت لهم لغاية بيوتهم واتصلت بيهو وأنا أنا أكبر من صغيرة فيهم بعشرين سنة أنا الكبيرة فيهم أكبر واحدة فيهم يا فادي بحضرتك بس ما فيش مش راضين أبدا أبدا أنا أنا يعني هم حرين يعني ده حرية شخصية أنت بتسألي عن موقفك أنت تعملي إيه أنا خوفي من ربنا عن قطيعة الرحم أنا في نفسي وفنيتي وروحت لهم لغاية بيوتهم تاني محافظات تاني محافظات وأنا تعبانة ركب وجعني وطلعت لوحدة فيهم ثالث دور على السل برضو قطعيني أنا خوفي من ربنا على قطيعة الرحم يعني حضرتك سألتي كل السادة الأفاضل في فتاوى الناس وعشان تطميني يعني وكل الإجابة واحدة على فكلهم إجابتهم ما تبقى واحدة وفضلت دكتور محمد قال يولي تواصلي خليك إن أنا إيه أتواصل بهم مقطعش بش ما فيش فايدة فيهم علشان خاطر يمين الله وراء والكتب يعني الدكتور محمد هيأكد على هذا المعنى أنا ما حاولتش إن أتصل بيها لإن هي بعتتي لرسالة قالت لي مهما تتصل بيها أو تحاول تكلميني أنا مش هرد عليك حاضري يا فنم حاضر بشكورك شكرا جزيلا معي لسؤسس حسن يا وسؤسس حسن وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي يا فنم بزاك يا سؤسس حسن أهلا بيك يا فنم أهلا بيك تفضل ممكن إن استطابقت الشيخ طبعا بكل سرور اه إيه السؤال الواحد بيتعامل مع الناس Bracanex بلاجي الناس كلها معاملةكها مش كويسة معاملة الناس أيوة تعامل الناس بالمعاملة كويسة يا رب اهلا بيمعاملة مش كويسة آأ حاضر يعني بشكورك يا سؤسس حسن وإن كان التعميم يعني يعني فكرة التعميم دي بتقانى أحياناً Brother يعني خلط بعض الأوراق بمعنى لاir في ناس كحلوة وفي ناس جميلة وفي ناس بتعامل الناس بمعاملة حسنة ولكن طب اللي بيعملون معاملة وحش نعمل معهم ايه وهطرح السؤال بهذا الشكل إذا سمحت لي يا أستاذ حسن بشكرك شكرا جزيلا يا أستاذ عمر طيب وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله هذا المعنى من الآية الكريمة كيف نفهمه نفهمه أن الله سبحانه وتعالى كفل لنا كيف يكون الإنسان محفوظا محصنا من الشيطان وأنك ما دمت ملتجئا إلى الله متعلقا به سبحانه وتعالى مستعيذا أي طالبا اللجوء إلى الله عز وجل مستعيذا من الشيطان فإنك يعني ستظل آمنا من وسوسة هذا النزغ يكون وسوسا شيئا بعد شيء يعني وسوسة الشيطان يلقيها إلى من يستمع إليه أو من يحاول أن يشوش عليه عمله وحاله فإذا استعاذ الإنسان من الشيطان ذهب كيد الشيطان إنما الشأن في كيد النفس ووسوستها هذه مستمرة وتحتاج إلى تزكية أما الشيطان فمن كرم الله عز وجل أن الإنسان إذا استعاذ بالله منه أعاذه الله ورد الشيطان خاسئا خاسئا طب إحنا قلنا يا الشيطان نستعيذ بالله من الشيطان طب لو كان ما ترأ علي في الصلاة من النفس ماذا أفعل النفس تحتاج إلى تزكية وقلنا إن هناك أمورا إذا استشعرها المسلم عندما يصلي تكون معينة له على استحضار الخشوع أو الحالة الإيمانية التي تجعله مستفيدا أتم الاستفادة من صلاته ومن تزكيتها وصلاح حاله فيها وهذه الأمور كما قلنا أن تستعد تستعد قبل الصلاة بالطهارة بالسنن بشيء من الذكر بأن تلبس لباسا حسنا يعني خذوا زينتكم عند كل مسجد لا نريد أن نتعامل مع الصلاة تعاملا ليس فيه تقدير ولا توقير لهذه العبادة العظيم ليس معنى أنها تتكرر خمس مرات أن يبعثنا هذا ويحملنا على التعود عليها بطريقة آلية لا لمن كرم الله وحبه ووده لعباده أن أوجب عليهم لقاءه خمس مرات على الأقل يمكنك أن تقف أمامه وتلقاه وتناجيه سبحانه وتعالى وقت ما شئت غير أن هناك خمس أوقات أو خمسة أوقات يجب عليك أن تقابله وأن تقف بين يديه فيها اسمح لي معايا اتصالات تلفونية يا سوزة فاطمة أهلا بيكي سوزة فاطمة طيب أم محمود أهلا بيكي يا فاند أيوة فضالة أم محمود حضرتك إيه حكم الزوجة اللي اتطلع زوجة الإبن اللي اتطلع سر قط النوم بره وإن هي تتعامل مع جسر بطريقة مش كويسة وهي دلوقت اتطلقت وهي عايزة تبلع هل يردها زوجها ولا لم يردها بعدين سر بيتها كله مع والدتها إيه رأي الدين في كده حاضر يا فاند بشكورك أم محمود السبحي أهلا بيك السلام عليكم وعليكم السلام السلام ورحمة الله وبركاته أنا لو سمحت أنا تمعت من شيوك بس مش هذكر السلامي طبعا طبعا شيخ قال وأشكرا قال اللي هو اللي بيصرح في الصلاة بعد الصلاة يستغفر فدي خلاص يعني كفارة للموضوع وفيه شيخ تانا اللي بيصرح في الصلاة ملوش أجر لكن مش مطلوب أنه يعيد الصلاة فبصراحة الموضوع ده محيرنا يعني إحنا عفوا الواحد بيصرح يا سيد صبحي بتقول الشيخ الأول قال اللي بيصرح في الصلاة يستغفر بعد الصلاة يعني قال حلها بسيط جميل وفي رأي تاني سمعته إيه بقى قال إنه اللي بيصرح في الصلاة ملوش أجر عليها ولكن مش معلوش مش لازم يعيد الصلاة طيب حاضر بشكرك شكرا جزيلا عمون سنخرجوا إلى فاصل قصير ثم نعود ونجيب على كل ما لدينا من تساؤلات اتقوا معنا ورس والدتي في البلد ما يعادل 2 مليون جنيه ثلاثة بنات واه الأخ بيقول أبويا أبويا بعلي وجيه من حوالي خمس ست سنين مدى والدتي ومدى أخواته البناة فلما بنسأل طب انت مدتهم ليه؟ قال بس عشان خطر بس ايه الموضوع بقى في بيته واعلي وكاد طب دلوقتي منين بعلك؟ لما سنع الورث منين بعلك؟ منين انت مدت والدتي كذا كذا؟ هل السؤال ده نتجل القضاء ولا نعمل ايه مع أخيان اللي مش عارفين؟ الامتحانات بتاعت آخر السنة الترمي اللي فات دوت وفجأة لديت طلبة كتير قوي فترانة فقالوا ان هو في حاجة ثلاثة من الأوقاف او من الأظهر تقريباً ان هي بتحلل الفطار في رمضان أثناء الامتحانات فأنا مش عالف هذا الكلام ده صح ولا لا ما حكم زراعة الأعضاء التناسلية؟ أهلا بحضراتكم وجد الترحيب بالدكتور محمد وسام دكتور محمد دلوقتي خلينا وجيب على أسألة السادة المشاهدين والسادة اللي سألوه في سياق التقرير ورس والدته 2 مليون جنيه وخاله بيقول ده أبويا بعلي ويجي مضيهم طيب مش فاهمين الحكاية ايه والدنيا تمشي ازاي بهذا الشكل؟ يعني نصبهم فين؟ حقهم فين؟ دائماً في مثل هذه الأمور إما التراضي وإما التقاطي أيوة إذا كان العقد صحيحاً وكان فعلاً قد حصل بيع قبل أن يتوفى المورث فإنه لا يحسب هذا الشيء الذي باعه ضمن الميراث ويكون الميراث ما تركه باسمه فيوزعه على الورثة من غير نظر إلى هذا الشيء الذي انتقل عن ملكياته لكن هو الآن ينازع ينازع يتنازعون في كون هذا العقد صحيحاً أو أنه غير صحيحاً ولذلك إما أن يعني يجتمعوا ويفهموا المسألة ويعرفوا هل كان هذا بيعاً فعلاً أم أنه حصل شيء من التلاعب ويصلوا إلى حل إما بالتراضي أو إلى التقاطي طيب السؤال تقول في الامتحانات اللي فاتت في رمضان البعض أفطر من الطلبة يعني بيقول بس اسمعنا أني فتوة طلعت من مزارة الأوقاف أو فترة من الأزهر نص السؤال يعني فهل هذا صحيح؟ هذا الكلام بهذا التعميم أن فيه فتوة أو فيه كلام أو فيه صدر أنه يجوز للطلاب الإفطار في الامتحان بهذا التعميم خطأ يعني ما فيش حاجة طلعت كده لا يجوز هذا التعميم خطأ إنما هذه حالات خاصة لمن لم يستطع أن يذاكر وسيؤدي به الصوم إلى عدم القدرة على الاستيعاب وإلى عدم الإجابة وإلى الرسوب أو إلى التأخر الدراسي والله سبحانه وتعالى ما جعل علينا في الدين من حرج فهذه حالة خاصة يفتى صاحبها الذي لا يستطيع أن يذاكر وهو صائب وإذا حصل ذلك فسيؤدي إلى عدم استيعابه وهو يعرف هذا من نفسه وأنه سيرسب في الامتحان أو لن يؤدي أداء يتناسب مع مستواه وبذلك يضيع جهده ففي هذه الحالة نقول له في المادة أو في اليوم الذي لن تستطيع فيه المذاكرة أو لن تؤدي في الامتحان بتركيز بل ربما ترسب أو ربما يتأخر مستواك وأنت تعرف هذا من نفسك فهذه فتوى ضرورة وليست ملقاة هكذا على عواهنها أن كل من امتحن فقد حل له أن يفتر هذا خطأ سؤال أمينة أهلا بك يا فن السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضلي فن لو سمحت ممكن أكلم فضلتي الشيخ بكل سرور تفضلي فن السلام عليكم عليكم السلام فضلي بقول لحضرتك أنا كنت متزوجة أنا متزوجة يعني لحد دلوقتي تمام بس أنا رفعت قدود خل على زوجي لإني حصل ما بيننا مشاكل وكده وهو اجحبت هو حلين محبوظ بقى له سنتين تمام فأنا إن شاء الله عندي جلسة الشهر الجاي بتاعة الحكم بأمر الله فأنا عايزة عرب بعد ما أخذ الحكم أنا كده بقى له سنتين بعد ما أخلص الحكم وأخذ الحكم أنا ليه عدة ولا مليش عدة متى تبدأ العدة بشكرك شكرا جزيلا يعني أنت ديلك سنتين يعني رفع القضية صح؟ بقى لي سنتين بشكرك شكرا جزيلا ربما يكون معيات صلت الليفوني تاني قالوه طيب أجي عند السؤال زراعة الأعضاء ما حكم زراعة الأعضاء التنسلية كما أشار صاحب السؤال نحن نفرق بين زراعة الأعضاء وبين ما كان فيه نقل للصفات الوراثية وهذه مسألة ينبغي أن تتناول بشيء من التفصيل لأن فيها قرارات مجمعية وفيها قرارات إفتائية ويفرق أهل العلم في هذا بين الأعضاء التي تنقل الصفات الوراثية وبين ما كان فيه مجرد إحياء للإنسان كزرع الكولية مثلا وزرع الكبد وغير ذلك والآن تقنية الخلايا الجذعية ربما تحل محلة هذا الزرع في كثير من المجالات الطبية والعلاجية سؤال محمود أهلا بك يا فندم أيها السلام عليكم وتفضل يا فندم وعليكم السلام وعطو الله وبركاته وتفضل معي معي ابني عقد قرانه على واحدة جاب الدهب نعم عقد قرانه على وجاب الدهب جاب تهب يعني أه وجاب أه وخدوا عليه قايمة عفش طبعا قايمة العفش ما جبناش منها ولا حاية وهو حزبا لك حاليا إذ بيه وإذ ليه وقايمة العفش اللي ما جابش منه حاجة الجايمة العفش ما جبناش منها حاجة لا إخنا ولا هما طب إيه السؤال بقى السؤال هو عزبالك أيوة هو عزبالك أه إذ ليه وإذ لي عليه أه يعني هو لم يدخل بها حتى الآن لم يدخل بها أه طيب بشكرك شكرا جزيلا مع اتصال تاني يا أستاذ إبراهيم أهلا بيك أهلا بيك يا صحة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضلي فنم تحياتي لك ولي الدكتور محمد وسام شكر الله لك فضلي أهلا بحضرتك فضلي فنم سؤال يا فندم توفي يا زوج ولم يترك تركها نعم ما عندوش مراف هل يحكي للزوجة أن تطلب مهرها وقائمة المنقلات من والد زوجها المتعثر يترك تريكة تطلب المهر وقائمة المنقلات المدوم بها الذهب من والد زوجها أيوة من حماها المتعثر المتعثر آه ما عندوش برده حاجة وزوجها سايب على ديوم كمان حضري فنم بشكرك شكرا جزيلا أرجع لي أسئلة السادة الذين اتصلوا من بداية الحلقة السؤال نسمى بتقول ندرت أني أتبح عجل ذكر يعني دلوقتي لو كان أنثى هل في مشكلة ولا حاجة لا ما فيش مشكلة لأن كلمة عجل دي تشمل الذكر والأنثى يعني المقصود أنها ستتبح هذا الجنس من بهمة الأنعار طيب دلوقتي كنت في يوم عرفة وحصر أني حاجة وعد فوق دماغي فتعورت فكان وعشان يعالجوني لازم يقصوا من الشعر فالفيوم لا ما تقصوش بالوقتي ما ماذا كان يجب عليها أو الوضع ده كان يعني معالجته إزاي هل لو قصوا جزء من الشعر وهي بيعالجوها في يوم عرفة هل دا يعتبر نوع من التحلل أو نوع من ما يستوجب دم هناك ربنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول فمن كان منكم مريضا أو به أذم من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فالأمر يسير يعني مثل هذه الأمور فيها الفدية والحج صحيح ولا شيء عليها الحج أما بتقول دلوقتي أنا لو ساعت أولاد بنتي اللي هي جزء ما بيشتغلش وعندها اثنين في سنوي واثنين في ابتدائي هل يعتبر صدقة جارية لأمي يعني هي تريد هي السيدة بتساعد بنتها في أولادها أولاد بنتها أولاد بنتها أبوه ما بيشتغلش آه طيب هل دا ستعتبر دي صدقة جارية لأهب ثوابها الأمي القاعدة تقول هي ستعطيه من من الزكاة أم أن هذه نفقة نفقة صدقة صدقة هي قالت كده صدقة جارية هذه صدقة يعني لا تسألوا عن الزكاة لم تسأل عن الزكاة لم تسأل عن الزكاة هي سألت يعني وصفت الموضوع هل يعتبر هذا صدقة جارية الصدقة الجارية هي ما يبقى عينه وتتجدد ثمرته يعني إيه يعني حاجة قائمة ونفعها مستمر مثل مثلا ماء يحط كل دير مياه مثل المصاحف كتب العلم السرائر اللي ممكن في المستشفيات الخيرية صدقات جارية يشارك في بناء خيري كل دي إيه حاجة ثمرتها متجددة فكل ما استخدم هذا السرير أو قرئ في هذا المصحف أو تعلم في كتب العلم يأخذ صاحب الصدقة أجراً فالأجر جار عليه حتى بعد وفاة مستمر ما استمرت هذه العين التي تصدق به لكنه لو تصدق بمال مستهلك فهو هيأخذ المال وهيوفقه فما وجه الجريان في هذا دي ما تسمى الصدقة جارية دي صدقة تبرع عطاء هدية لكن الجريان إنما يتصور في شيء باقي وثمرته متجددة يدر نفعاً يدر نفعاً طول ما يدر نفعاً طيب هل بشكل عام أهب ثواب ما أتصدق به لموتانا وموتى المسلمي المعارفي وأحبابي هل يصح هذا؟ نعم يهب ثواب ما شئت من العمل لمن شئت من الخلق يعني هذا أمر واسع وهو دعاء عندما أهب ثواب أي شيء أعمله فإنني أدعو أن يهب الله تعالى مثل ثواب هذه العبادة يا رب أعطي مثل هذا الثواب الذي أعطيتني إياه لفلان أو لفلان أو للمسلمين والمسلمات أو غير ذلك كلها أدعية والله سبحانه وتعالى كريم طيب دلوقتي الزواج العرفي بتقول إيه حكم الزواج العرفي؟ يعني إيه حكم الزواج العرفي؟ ما هو الحكم الشرعي لا يناط بالأسماء لا يناط بالأسماء آه يعني لا نعلق الحكم الشرعي على أسماء نقول زواج العرفي زواج العرفي ده صور كثيرة ومنهما لم تكتمل فيه الأركان والشروط ومنهما اكتملات ومنهما فيه فساد ومنهما يعني أمور ليس لها ضابط يضبطها وإنما تكون الفتوى بوصف عقد معين أيوة حصل فيه كذا وكذا وكذا فيسأل هل اكتملت الأركان؟ استوفى الشروط؟ هل استوفى الشروط؟ ما الذي دعاه إلى ألا يسجل أو ألا يكتب العقد ويوثقه؟ كل هذه أمور يجب تناولها عند السؤال عن أي حالة من حالات هذا العقد حتى يعلم هل اكتملت شروطها وأركانها فتكون زواجا أو أنها غير ذلك فلا تكون طب دلوقتي أم محمد أو الحجة الكريمة يعني كررت السؤال أكثر من المرة حول قطيعة إخوتها لها لكلام لم تتلفظ به وبتودهم وهما بيرفضوا بتتصل بيهم ويردوش عليها تعمليه؟ يعني هذه المرأة يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيها خيرا أمين يا رب العالمين عن هذا الفعل الذي تحاول أن تصل به إلى رضوان الله وهي تعمل عملا حثيثا بسؤالها مرة واثنتين وثلاثا تخاف أن تكون قاطعة رحم وهذه النفسية نفسية الخوف من الله والخشية من جلاله سبحانه و لمن خاف مقام ربه جنتان يعني ينبغي أن نستحضرها في علاقاتنا و في صلتنا بذوي رحمنا حتى لا يعني يفسدها النزاعات المادية و الاختلاف على حطام الدنيا و غير ذلك فهذا مثال لمرأة نحسبها صالحة تحاول أن تصل أخواتها و لكنهن يأبين ذلك عليها و يرفضن الاستجابة لها و يعني يمتنعن من الرد عليها فهي معذورة و إذا اكتفت بهذا و يعني لم خلاص يعني هي فعلت ما عليها و الإثم عليهن في عدم استجابتهم فيما تبقى من وقت قليل أجيب على كل ما لدينا من التساؤلات معاملة الناس بقى معامل بعض الناس فيعملوني معاملة و إحشاء عملي إلا حضرتك علقت عليه قلت له إيه ده لا ده الناس فيها خلو فيها شر لا يكن أحدكم إن معه يقولوا أنا مع الناس إن أحسن الناس أحسنتوا و إن أساءوا أساءتوا و لكن وطنوا أنفسكم على أنهم إن أحسنوا فأحسنوا و إن أساءوا فلا تظلموا يعني إيه يعني كل إناء بما فيه ينضح يعني إيه برضو يعني أنت لما تعامل الناس بالخير و هم يعملوك بالشر تقابلوا ربنا سبحانه وتعالى من إذا صحيفتك مشرفة لمواقفك و صحيفتهم مخزية هذه المسألة يعني ما كونش تابع للناس إن إحنا بنعمل ربنا أنت ما تزعلش إن الناس بيعملوك وحش أو بيردوا إليك الإحسان بالإساءة و إنما أنت تعامل الله فإذا عملت الله لم تلتفت إلى ردود أفعالهم أحسنوا أو أساءوا المعول عليه عندك رضوان الله طب حكم الزوجة اللي بتطلع أسرار غرفة نمها لولدتها دايما و طبعا هذا عمل يعني لا يجوز لا يجوز يعني ده من الفساد ولا يجوز أن تكشف المرأة سرها بهذه الصورة لكن السائلة الفاضلة هنا تسأل عن جواز رجوع إرجاع زوجها هل يردها و إنه طلعه ولا ما يردهاش أمر يخضع لحسابات أخرى صحيح مجرد أن هي وقعت في هذا الخطأ فيكون هذا مبررا لعدم إرجاعها قد تكون تابت أو قد تكون يعني حصل لها من الأذى ما يعني الله أحلم دائما في النزاعات و في الأمور التي يحكي فيها طرف عن طرف آخر غير موجود لابد من نقول الغائب حجته معه صح لابد من الاستماع إلى كل الطرفين ولابد من الاستماع إلى الطرفين طيب و دائما نفتي بالتئام الشمي ورجوع الأسر فلا منع أن يرجع الرجل زوجته إذا كانت قد تابت من هذا التصرف السيء و أقلعت عن مثل ذلك و دائما يعني البيوت و الأسر تحتاج إلى من يتعامل بطريقة حكيمة حكيمة طيب السرحان في الصلاة هل يجبر هذا السرحان لاستغفار و أأخذ ثوابا للصلاة أم يعني أستغفر ولكن لن أحصل ثوابها عندما يفتي المفتي في أمر قد حصل فهو بين أمرين بين أن يرغب المستفتي في أن يعوض ما فاته و يبدأ بداية جديدة أو أن يخوفه مما مضى حتى لا يعود إليه مرة أخرين و هذا شأن المفتين عندما يفهمون حال السائل لا منافة بين الإجابتين المفتي الأول أجابه بأن يستغفر بيقوله استغفر حتى يجبر خلل الصلاة يبقى دامش من عدته أنه هو يسهو حصلته السهو مرة كده و أقوله استغفر الله ولا تكب يعني لا 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 تسيء ظنك بنفسك و و و أيقن أن الله سيغفر لك علشان يعيد ويبدأ بداية ليس فيها سهو المفتي الآخر بيخوفه بيقوله ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها خلي بالك السواء هيروح عليك كده ده ترهيب بقى ده ترهيب آه يعني الشرع دائر بين الترهيب والترهيب وكل يعني حسب حاله وحسب إقباله وحسب أحواله طيب دلوقتي الإعادة للرفع عضية أخل من سنتين وجزهة محبوس تبدأ من إمتى وهي لسه الحكم لم يتم النطق بيه تمام تمام تبدأ من نطق القاضي أو من القضاء من التاريخ ده من التاريخ تبدأ تعتد مش معناه ان جزها لم يمسها من سنتين ان هي خلاص العدة لا العدة لازمة ان تبدأها من النطق بالحكم حتى يعني تمر ثلاثة يعني ثلاثة حيات كده الأمر تعبدي نعم أحسن نروح لعقد القران عقد قرانه وجاب الدهب وقائمة المنقلات مكتوبة ولم يأتي شيء مما وضع في قائمة المنقلات وعايزة الله ولم يدقل بها قبل الدخول وإن طلقتمهن من قبل أن تمسهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفونا أو يعفوه الذي بيده عخدة النكاح نحن هنا في مقامين المقام الأول هل ما كتبه على نفسه من القائمة يعني هو داخل فيه وقد فرضتم لهن فريضة هل ده مهر فعلا لابد من التحقيق في المسألة نمر اتنين فنصف ما فرضتم إلا أن يعفونا أو يعفوه الذي بيده عقدة النكاح يبقى كده لم يحصل دخول ويبقى لها النصف لكن إذا كان مهرا آه إذا كان مهرا يبقى أولا هل هذا الذي كتبه هو ملزم به أم لا نمر اتنين هل هو مهر أم لا ونرجع في ذلك إلى العرف العرف دائما يخبرنا أن القائمة مهر للزوجة فهل يدخل في هذا ما كتبه من غير أن يأتي به ليه القائمة هنا يعني بتوثق على أنها يصل أمانة صحيح فهنا فيه مشكلة يعني ده حق إيه حق مدني تحول إلى جنائي بكونه خان الأمانة خان الأمانة خان الأمانة فهنا فيه إشكال ولذلك لا يفت في مثل هذه المسائل كده بادي الرأي لابد من عرضها على القاضي الذي خول باستشهاد الشهود واستقراء القراءن واستبانة البينات حتى يكشف عن وجه الحقيقة ويصل كل ذي حق إلى حق يعني توفي الزوجة لم يترك شيئا هل يحق للزوجة أن تطلب من حماها ولتزوجها المتعسر جدا ما لها من حقوق هو ما دي يعني ديون كسائر الديون ديون كسائر الديون كسائر الديون فتعامل معاملة الدائنين لزوجها المتعف دكتور محمد وسام أمين الفاتو بضلل الإفتاءة المصرية شكر الله لك بارك الله فيكم وحياكم الله دمتم في رعاية الله وأمنه إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة